بين الفينة والأخرى تظهر أزمات مختلفة تستهدف أمن واستقرار حضر موت فبعد رفض أبنائها لاستخدام قوات عسكرية من خارجها يعود المشهد من جديد في تهميش أبناء حضر موت في المشاركة في أي تسوية سياسية قادمة للبلد تداعت المكونات المختلفة والشخصيات الاجتماعية إلى عقد لقاء تشاوري على أن تكون حضر موت حاضرة في أي حوارات أو مشاركات بصورة ندية بعيدا عن التبعية والتهميش والإقصاء شيئا المجحبة في حضر موت أولا لم تعطى حضر موت مقدرها المناسب من خلال حجمها في كافة الأمور على سبيل المثال في التمثيل في السلطة فحضر موت لا توجد بحجمها المناسب في إدارة شؤون البلاد في شكل عام حضر موت أيضا تمتلك من الثروات الطبيعية الكبيرة أيضا حضر موت لا تجد نصيبها من ثروتها بما يتناسب معها وأيضا يخلق الوضع الجيد والمناسب في التنمية وإقامة المشاريع اللقاء الذي حضره أكثر من عشرين مكونا من أبناء حضر موت بساحلها وواديها تناول العمق التاريخي والسياسي لحضر موت ومكانتها العريقة الضاربة في عمق التاريخ فالسلمية التي يتصف بها أهلها لا يعني ضعف أبناؤها في المطالبة بحقوقهم فهم لابد أن يكونوا شركاء وبشكل ندي في أي قرار يتخذ بصورة عامة بعيدا عن التبعية والانتقاص والإلحاق دوافع اللقاء هذا من الوقت الضيق والحادثة والشيء اللي متكالب على حضر موت ومن الناس الذين يبغوا بينقلون الفتنة إلى داخل حضر موت هذا دوافع اللقاء ودوافع برضه أن نحن يطوي العمر اليوم يا أبناء حضر موت ونكون على يد وحده ونكون نطالب بحقوقنا لكن نحن كحضارا لن نظر الاستقرار الذي تنعم به حضر موت والمناطق الشرقية ما يجعل المجلس الرئاسي والتحلف العربي سرعة إعلانها إقليم مستقل بكامل صلاحياته ليكون نموذجا لبناء مؤسسات الدولة وقطع الطريق أمام المشاريع التخريبية والمناطقية التي تعبث في مختلف المحافظات اليمنية اليوم نحن نريد حقوقنا كحضر موت حقوقنا من ثرواتنا من خيراتنا لا نريد أكثر من شيء نحن نعلم لا نريد حدي يعلمنا نحن نعطي ما نريد حدي يعطينا من حقه لا نريدهم يصدقون علينا حقنا بيتصدقون بعلينا هذا هو المرفوض وهذا اللي يرفضون أننا سنصحب حضر موت نريد حقوقنا كاملة سياديا اللقاء خرج بعدد من التوصيات والتي طالبت مجلس القيادة الرئاسي بوضع إطار تفاوضي يهتم بحضر موت وتمثيلها في التسوية السياسية القادمة وتمكين أبنائها في السلك العسكري والأمني والمدني ورفض التبعية والتدخلات التي تعرق العمل السلطات المحلية إضافة إلى رفض الاستفزازات من المكونات الغير حضرمية والاستعراض بالأسلحة المختلفة في منطقة آمنة مستقرة وبين أبنائها المسالمين فهم براماره قناة سهيل سيئون